مرواد النهاردة ليفر مباراة كبيرة جداً قدامي الليز الستة أهداف صلاح هدفين وعمل أسيست حلو أول أنا ما عازني دايع الأسيست ده بتاع متيب أنا هو هدفين من ضربتين جزائق بس عمل أسيست جامد أول متيب متيب سجل الجول ولا حسن هداف ولا في البين النهاردة ليفر أون فاير مش بكنا مع المباراة دي بس ليفر بقاله فترة أون فاير عاجبني النيوارجان كلوب كمان قدر يحط إيده على المنظومة بتاعت الليفر لدرجة أنه صلاح وسن يومانين لما كانوا في كاسر الأمور الأفريقية الليفر كان بيقدم مباليات كبيرة وبيقدر يسجل وبيقدر يحق انتصارات فالليفر فاق فاق من موسم ونص ما كانش فاق هي منظومة يورجان كلوب عملها من ساعة ما وصل ليفر بول ابتدت نسق تصعودي على مدار المواسم ابتدت يحط قطعة ورق قطعة قطعة صلاح قطعة ماني قطعة أليسون قطعة فاندايك روبرتسون أرنولد لحد ما زي ما إسلام كان بيكلمنا دلوقتي بقى أكتر هدفين هما من ليفر بول أكتر صنعات الأهداف هما من ليفر بول لا كمان عندهم واحد من أفضل مدافعين في العالم فاندايك واحد من أفضل حراس العالم أليسون ظاهرين اليمين واليسار أعتقد من أفضل كمان الظاهرين في العالم روبرتسون وأرنولد فابينيو؟ لا الموسم ده بالنسبة لي هو عامل موسم غريب ماتيب ماتيب عامل موسم قوي جدا أصلا ماتيب مش من المدافعين اللي أنا أعتبرهم كبار صح صح بس عامل موسم رائع جدا صراح أنا أتفهم معك جدا قوة ليفر بول كمان بقت في حتة الدفاع زمان كان ليفر بول يا إسلام كان يسجل ثلاثة ويستقبل اثنين وهيكسف فاريجون في الآخر لكن خلي بالكو يعني برضو ستة سفر لكن ليدز لو تفتكر ماتيب اللي فات قدام مانشستر يونايتد ده كان قسران 2-0 ورجعت عدل 2-2 على مانشستر يونايتد بعدين خسر في الدقائق الأخيرة 4-2 لكن ده فاريق مش قليل معه مدرب يلسى مش مدرب قليل ده مدرب خبرات عظيمة مدرب الأرجنتيني لكن أنا النهاردة كنت شايف أن هو ماتيب الدم لازم النهاردة التلات نقاط دول أهم من الست أداف وهم من السكور لأن ده بيقربك يا كريم من من مانشستر سيتي من شهر تقريبا بالدم يعني بالكورة يعني بالقصد يعني كان لازم يجيبوها بأي مكان الأداء كان عامل إزاي فأنا اتفاجأت بالأداء اتفاجأت أن هما يجيبوا 6 أداف أنا كنت بتوقع أنه رضا ماتش هيبقى عندهم صعب لأنه هو أنت بتتكلم من شهر 12 الناس بتقول سيتي خلصت دوري تخيل النهاردة ليفر بول ترجع تبقى فارق 3 نقاط بس وزي ما ليفر بول خلي بالك الأسبوع اللي فات كل جمهور ليفر بول على السوشيال ميديا قالك It's in our hands الموضوع خلاص في إيدينا بعد ما كانت وتاطنهم كسبوا منشستر سيتي لا ليفر بول يكسب ماتشاته ليفر بول يكسب منشستر سيتي ماتش يوم 9 إبريل هو أحبة في الاتحاد لكن هو ماتش صعب جدا ياخد الدوري بإيده هو فماتش النهاردة أنه هو يكسب 6-0 حضور ذهني قوي حضور بدني قوي والفوز يا إسلام على إنتر ميلان أنا 2-0 أعتقد أن هي فادتهم أنه النهاردة ما عملش روتيشن يعني إذا كان ماتش إنتر كان فيه حدة أكتر من كده أعتقد أنه النهاردة ممكن يرايح العيب لكن فكرة أنه خلص ماتش إنتر ميلان بـ 2-0 ريحه النهاردة بشكل كبير